ارض الالغام لم يعد اسم فيلم انتجته الدنمارك وشاهده العالم بل واقعا تعيشه اليمن ويكتوي به اليمنيون فكل يوم يتقدم الجيش الوطني في مختلف الجبهات يكتشف الجنود انهم يسيرون وسط حقل الغام زرع باتقان ولم يتوقف الحال عند الارض بل طال البحار فقد تفاجأ الجنود في ميدي بموجات البحر تعود اليهم الغاما بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في وقت سابق وما يمكن تسميته بخارطة الغام غامضة المعالم انتشرت مربعاته من البحر الى البر فمن سواحل ميدي الى ريف تعز حيث يسير الاهالي بحذر شديد في ارضهم ووفقا لقائد اللواء الخامس والثلاثين فقد تمكنت فرق الجيش من نزع مئات الالغام الموزعة في مناطق مختلفة لكنها لم تتمكن من محوي اثار تلك الالغام من ذاكرة الاهالي ومن اجسادهم تحول الالغام دون العودة الى المنازل وتحول الالغام دون العودة الى المنازل التي يخشى ملاكها ان تكون ممتلئة بما يصادر حياتهم ويمنعهم من السير فيها وحرثها من جديد